بضيفي الباحث في القانونة الأستاذ نوردين باستي توت سويت في الانترفيو الانترفيو مع زينة أهلا وسهلا تحية سينوردين كيف الحال؟ مرحبا الحمد لله تحية ليك زينة وكيف الفريق اللي عمل معك ويلي جميع مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية أم الإذاعة تحية لك مجددا نفتح معك الحوار بقانون الشيكيت اللي صادق عليه مؤخرا البرنامج سينوردين وكذلك هو منذ مدة تقريبا أصبح سيري المفعول هذا التنقيح ودخل حيز التنفيذ كما تفضلتي يعني بعد مسارف من عصير وطويل نسبيا وأخذ ورد وصراع وتطاحن منظومات يعني كانت مستفيدة في علاقة بالقانون القديم يعني ثمت منظومات إجرامية أصلا في علاقة بالمجال المالي والاقتصادي طبعا كانت تتمعش طبعا هناك أطراف كانت تتمعش من الصيغة القديمة لمنظومة الشيك دور رصيد يعني تقريبا لن نقول كله وإنما نقول جل ما طلبنا به على الأقل بنسبة فوق 70% تحقق مع مشروع التنقيح مع أنه ثمت منظومات أيضا أرادت أن تحافظ على مصالحها ضمن المنظومة التشريعية الجديدة لشيك دور رصيد هذا ربما نتفهمه ولكن في ملاحظة أو قراءة يعني منظوعية نقول أنه ثمت إثقال نوعا ما لكاهل المتعامل بالشيك في علاقة يعني بالحجة العادلة السادة العدو لعدو الإشهاد يعني هذا ربما يثقل نوعا ما كاهل المعني بالقانون الجديد وربما يعني المسألة مالية بحتة تعيقه على أن ينتفع يعني بالإجراءات وبالأحكام الجديدة فيما يخص قانون الشيك ولكن ثمت يعني تغييرات شبه جذرية في المسألة نحكيه هنا على ستة فصول ثلاثة فصول ثلاثة تم تعديلها في البرلمان والثلاثة الأخرين تم التصويت عليهم بصيغاتهم الأصلية ملا ما تمسوش حسب المراجم عن المشروع حسب مارينة من وثاق خاصة الفصل 411 اللي تم الحديث عليه حتى من أعلى هلم في السلطة 411 المتعلق بتجريم إصدار شيك دور رصيد ما يضمن هل هذا تقريبا يضمن التوازن اليوم بين كل الأطراف وإلا لا الترفل من المفروض سينتفاع بالشيكات هذا يبقى متضرر كما يقول هو الفصل 411 يعني جديد مغاير بنسبة كبيرة لل 411 من قديم نعم العقوبة السجنية يعني تغيرت يعني كنا نتحدث على خمس سنوات سجن أصبحنا نتحدث على سنتين سجن السجن هذا والعقوبة هذه والتتبؤ أصبح موقوف على شروط معينة على بعض الأطراف كما مؤسسات الصغر والتوسط وصغر الحرافية يعني في مني فما نسبة يعني نسبة يعني في مبلغ الشيك يكون في مني أكثر من 5000 دينار يعني 5000 دينار فما فوق ما تحت ما نتحدثوش في مني على العقوبات هذه تسقيف الشيكات أصلا في مني ب 30 ألف دينار مبلغ 30 ألف دينار ما زادة عن ذلك تولي نحكي على الشيكات بنكية مش على الشيك في مني من الصنف هذا يعني كل هذه يعني تصب في مصلحة المتعامل بالشيك تحافظ على التوازنات يعني في التعاملات المالية في السوق ولكن نحن صراحة نقولها ونعيدها نحن ضد العقوبة السجنية في المعاملات المالية المدنية صراحة يعني ولو أنه المشرح عنها في القانون الجديد كيف تحطش في السجن هكيكا ميناجمش يخلص شيك والمشرح عنها في القانون الجديد يعني أوقف التتبع أو إثارة الدعوة العمومية لا لا إثارة الدعوة العمومية على شكاية من طرف المستفيد هذا ربما إجراء يصب أيضا في خانة مني تيصير التعاملات المدنية لأنه المشرح على علم أنه الأمر يتعلق بمجال مدني بحت وأنه العقوبات السجنية أو البدنية في مثل هكذا مجال غير مستساغ وغير متعامل بها في المنظومات التشريعية المتقدمة والمتطورة هل العجلة الاقتصادية ستستفيد من هذا بشكل مباشر أو غير مباشر؟ بطبيعة الحال ستستفيد هو بطبيعة الحال ستستفيد هو ما الذي تغير في نهاية الأمر جمالا باش منصعبوش على السادة المجتمعين يعني التغير مش شيك تغير لا لا تعاملات بشيك يعني تم إعادة ضبطها إعادة الضبط في حد ذاتها سينوردين هناك أطراف متضررة الموظفة اليوم اللي تلقاه في الروش ما عادش ينجم يأخذ الشيك بسؤول؟ لا 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 هذا ما ذهبتي لاي بعض البنوك لا لا البنوك هذه في اجتهادات أنا ما عادش نعطيك كهني تشيك عليك على خاطر أنت في الروش لا القانون الجديد كلهم معلقة الشماء على القانون الجديد إذا كان بش نحكيه على التجاوزات التي تقدر من طرف البنوك فهنا حدث ولا حرج هذا تعتبرها تجاوزة؟ طبعا إذا كان أمر يعني في مني هو يدخل في باب الاجتهاد الذاتي من طرف البنك أو الموسطة البنكية ويتجاوز القانون أو يتعارض مع الأحكام القانون فهذا يعتبر تجاوز وإجرام وفي حالات سابقة مع القانون القديم أقول لك نعطيك تعليس سينيوجين ممتي عليك ليت نجوم تقدمهم بعض البنوك واللي قدموها ديشا انتي والله ساعات يتخلك شيك وانتي في الروش إلا ما نكلموك بش جيد خلص ودونك هيت نحنا لو بش نحميوك وانا نحميوه ها ونسيتم نحكيو بصور القانون القديم والقانون الجديد أكثر زاد فصل لأكثر وزاد يعني وسع فيها وأكده نعم أنه إذا البانك تمكن حريفة في العادة بصورة تيادي من مبلغ معين او سقف معين في مني في الروج اذا اللي يحكيوا عليه فكي يتصبلوا شيك اراه البنك في مني محمول عليه خلال ذاك الشيك اذا الشيك اذاك او مبلغ شيك ما فاتش اك السقف الي مستانس يدخل فيه في مني السيد في الروج وانتي تعديه وتعتيه المشكلة اليوم انه اللي كارنيتشيك معاش يتعطوا بسهولة هذا امر محمود 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 طبعا لانه سابقن كانت الكارنيتشيك في مني تفتح في مني حساب جاري تصب فيه حتى 500 دينار تطلب كارنيتشيك تاخو كارنيتشيك وتعود تفرق تناجم توصل تخرج مبالغ حتى ب500 الف دينار وانتي عندي 500 دينار الموظف اللي عيش قد قد يقولك الموظف اللي عيش قد قد نشري بها ادابات مدرسية ونحط في دات معاشاها مثلا خاطر وقت العالي لا عد لا لا تخلنا عد في تجاوز القانون وفهمتي يعني بصيفة في مني عميق لان طبعا لا طبعا لانه في مني اول قانون سوال في في صيغاتي القديمة او الجديد ايوان ارى قلك ارى هو الشيكة ذايا ليس بوسيلة ضمان وليس بوسيلة دفع مؤجل ارى هو وسيلة خلاص حيني يعني عبارة هاس تحتك فلوس فهوذ بش تقعد هاس لفة انتي هاو قت هز الشيكة دفتر الشيكات وليت الاجلة ذايا اللي ما عم دوش مونا نحكي دي مع المواثين اللي قد قد ينسلك سوالا الشيك تحط في حتى عام 2050 ها اللي فندي يمشي الاجلة هذا ما وفمني هو موجب للخلاص فيني بمجرد تقديمي الاستضاربية هكا ولا الثيقة اللي كانت بين يخرج الشيك ولا يستقبل الشيك لا مكانت فما ثيق لا وسبب الاشكال لا سبب المشكل كان في ثيق كان عدام منفق ونفق عليها منعادة من الطرفين راو مانا ايش تحكيوه عن مبيلغة بسيتة انتا خمسة مئت دينار و سبع نيو مليو اي 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 جايب يانيهم خلينا في الواضحين الناس اللي ربما تقول لك أنهم متضرر هذه هي الفئة في حديثها اللي اصبحت تعتبر نفسها متضررة اي انا معاش البولوك تعتي فيها فاسي مو في الكارنيتي زينان القوانين والقاعدة القانونية عندما توضع رأي عام ومجرد يعني لا توضع على مقاس زيد ومقاس عمر ومقاس فلان وفلتان فما يعني توجه تشريعي عام فما مصلحة عامة فما ضرورات على أساس يتم في مني يعني صياغة في مني النص النص هذا بطبيعة الحال لن يرضي كل الأطراف ولن يرضي كل من يدخلوا تحت طائلته نbetween واضحين وما يتماشيش معطولي بالجذر في علاقة بمنظوم الشيك دور رصيد كان عن علي war الاشكال في اللي يتعامل بالشيك 200 و 500 و 300 ولا في دينار ولا كان عندنا في نيه شكال في المتعاملين بالشيك بالمجالة التجاري تجاري هذا اللي كان عندنا فيه إشكال والمبالغ الشيكات اللي كانت والحيéchيل للحبس هية الشيكات第 1000 ولفين دينار و 500 و 300 الاف دينار ولا الشيكات اللي فاهم من عشر الاف دينار فما فوق ومئة الاف من الدنانير. هذا الاشكال وين كان غديكة برزت منظومة يعني تتمعش من تلك الاحكام. اصبحت تعتمد على الشي كوسيلة خلاص فمني مؤجل وكوسيلة ضمان. وهو ما يتعارض حتى مع الفصلة ربعمية وحداش في صيغاته القديمة قبل التنقيع يعني. ولهلمك انه فمني كل من قبل شيكا في الصيغة القديمة للنص هو ايضا مستهدف في العقوبة السجنية خمس سنوات ودفع عبر عبارين بالمئة من مبلغ شيك او باقي قيمته. عليش? لانه مشارك في الجريمة. لانه هو ما يخوى لك الشيك. وهو يعرف ان كنتي بيش تخلص وفمني في الضات الفلانية او بيش يلقى فلوسه في الضات الفلانية او تطلب منه في بني بيش يصب الشيك في الضات الفلاني. يعرف اللي انتي في الوقت اذاك افني ما عندك شرا صيد. هي نصبر عليك. لانه هذك هنا مجرم. في نظر القانون هو مجرم. مجرم. حتى في القانون الجديد. حتى في القانون الجديد. نفس الامر. وزيد نصص على ذلك قال كل من تسلم الشيكا على وجه الضمان. يدخل في مني تحت في مني طايل فاصل اربعمية واحد ياشو. يعني هذي هو وجه الضمان اللي. او بتبيعت الحال. بتبيعت الحال. لا لا شوف شاي سيفضو حدين كيفاش. كيفاش سيفضو حدين. نقول لك انا كمؤسسة. مش متضرر. ما عانش مستعمل معك شكات. معنا انتي كتجيني تقول لي باش نشل. لا عمتينا ضمانات. انت عمواد بناء وباش تقصمهم على شكات وهذا المعمول بي. لا لا فما ضمانات. انا هنان ولي كمؤسسة نقول لك لا. لا القانون في مني الهنا في مني الجديد وضع ضمانات في هاتي يعني المسائل. ضمانات منها ما هو مفعل ومنها ما سيفعله في مني قريبا ان شاء الله في علاقة بالمنظومة الكترونية وطنية ذي. لشيك في مني للتثبت يعني في مني من موجود الرصيد. تقريبا وقتينش هذين. والله انا ما نجمش نعطيك الا في علاقة الامر بالبنك المركزي. يعني تنجم وتصلوا بمصالح البنك المركزي ربما يعطيهنا واحد. ولو انه بشيكون واضحيا احنا في وقت من الاوقات لو اكتشفنا في مني انه في مني البنك المركزي يتوفر في مني على مثل هاتي المنظومات منذ سنة تلفين وثمونتاج. ما عطي ينجم في مني بالتطوير بسيط يعني وتدخل في مني يعني بسيطي تكون يعني المنظومة هذي البلاتفورم هذية في مني جاهزة المنصة هذي للتثبت وهي منصة وطنية في مني وفاها يعني حماية يعني تضمن حماية المعطاية الشخصية. والولوج يلي في مني يكون بين المتعاملين بالشيك للتثبت اخويا كان انتي عندك فلوس خنشوف وعندك فلوس تواضل ما يشوف لك حتى في مني بيانات شخصية. وبالثبت وانه الرصيد هذي في مني موجود ولا مش موجود موجود في مني اشتاعملو نعملو له ريزيرفاس يحجز لفائدة المستفيد. حتى البنك يبدأ على عالم بالوقت. يعني في مني هذا كيمشي يلقاه. كيف يعمل البنك? ايه هذا هذا هو. حتى يكون عندك قرض يريزير فيه. احنا وين في مني في مني التضارب انا والخلط. الناس تخلط بين في مني القرض. كوسيلة من وسائل في مني يعني الاستثمار. احكا على ريزيرفاسيون. واضح. اي لا لا انا بالعاني وقت انتي في مني يجبت على حكاية القرض. مش نعتيك في مني ننعرج على ما كنا تعرضنا لي. لانه الناس عندها خلط بين القرض وبين الشيك. القرض وسيلة من وسائل الاستثمار. وسيلة من وسائل التمويل. احكا. نقوله استثمار. بح بينما الشيك ليس وسيلة من وسائل للتمويل وفمني وللاستثمار. الشيك عنده عنوان واحد. هو وسيلة خلاص. وحيني زد. خلاص حيني. نقطة. لانه بشتغل للمشيك. بح سمعني نقول لك حاجة. عش رايك كنتي. الي يبدأ عندهم فلوس. اي. ورسيد. اي. خلصوا بالتي بيو بك الكوير. ومش المؤسسات كل تتعامل بالتي بيو. ما يتلز على الشيك. لا لا توقيب شي بشي بشي. ما نعرفش. عادة. يبشي بشي شري في مني من عند فلاح في مني ما نيش عارف. انا الف بالا قرط. ولا بشي بشي يشري في مني عشرة بقراء. اه عنده تي بيو فلاح. اه عنده تي بيو بالحساب الجاري متاعه. اي 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 اي. وكان فما فمني عنا عنا بطاقات دولية. الناس بالناس اللي بترفع شوية وتسافروا. اي. وكذا هو اللي تحب تك من دي من برا. اي. وفما فمني زادة البطاقة دينار وفما تي اذيك البريدية. بالناس باذيك سقفة الفين دينار اللي يحب يتعامل بها ينجم. ولكن انا ناكس السؤال ها في علاقة بالمنظومة هذه في القديم نحكي لك. شني يرايك؟ انا فما ناس كانت تبتز على نقول لك كيفية نعطيه مثاله انسان مثلا فور نيسور فهمني مو زود لي سلاع معينة يجي فهمني للمحل البسيط في احدى القرى والأرياف يبدي يبطلو في الصلاة يقول له ما عندكش تخلص قلو لي مثالش اعطيني الشيكات وخدم على روحك في عقلك وخلصني يوصق المية ومية وخمسي ومئتي مليون يجي فجأة دون سابق علام وما ينمشيوش بك الاتفاق اللي كنت تحكي عليه انتي ويقول له فهمني يا رو بش صبهم لك تخلصني ويمشي صبهم وحلنا ولا ليه المشروع ذلك بش يتسك لانو اللي بيع اللي قدام ورا بش يخلصوا ش يعملو الناس هذي كانت ترتكز على الشيك هذا بش تاخو فهمني يعني يدو فوعات انتا اموال من عند فمني اك شخص اذاك الساحب يعطيه يعطيه يعطي يعطيه 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 ما نقوله احنا ساله ثلاثمئة مليون يعطيه فمني مئتين وخمسين الف دينار ويقوله ويصبر عليه في خمسين الف دينار يعني ديلو جميعتي ثلاثة يقوله اسمع عرجعنا كونتورا زيرو عاودو نحسبه مصفر خاتر وخرت علي واذك اروعي برا بيناليتي دلوتار ولا واحد وعامل دولة واحده هذا تحب نخليله المنظومة عشيق قائمة كما هي باي سمحني اللي سلف ف لا. شنو المستند وشنو الضمان اللي عنده? شيك. هذي هو في منية دولة داخل الدولة. هو اللي بانكة. هو عامل بانكة خاصة في الدار. يسلب في العبات. والمليون مليون. والزوز بزوز. والعشرة بعشرين. ايه وشنو الضمانه في ذلك? الضمانه في ذلك شيك. تاوه مزيش ينجم يعمله? دويو. هو غيره. فنتو المسألة. يعني يعني شنو المحاولة هذي التشريعية هي أنه الرجع شيك إلى طبيعته الأصلية التي وضع من أجلها. ونقطة لسطر مع أنه هذا النص قابل للتطوير وقابل يعني لمواكبة اللي نقوله وإحنا المعايير الدولية في علاقة بالمعاملات المدنية المالية. نقطة أخرى أيضاً كان صدق عليه مجلس مبير شعب مؤخراً. تعديل بعض أحكام المجلة تجارية. منها الفصل 732. غلق الحساب البنكي. خاصةً. عادةً البنوك في غلق الحسابات البنكية يجي تقول لك فيما. دي فريق. مش تتفحهم فيني ويثقلوا عليك. لازم تخلصها وليزم غيره. وساعات يقولوا الحريف إن عام دي قديش مستهركتوش. قول كليرا وفهمة دي زاجيو محمول عليك. لازمك تخلص. خلص دي زاجيو خطره قعد على ذمتك. والحساب. بزيد تخلص للغلق. هذي تقريباً سكرنا معه. وكان الأمر روفيني هو كان يتم بالأتفاق. كان يعتمد فيني على قرار من البنك المركزي يوجه إلى البنوك. واضح ولكن البنوك للأسف أو بعض البنوك لا تلتزم. متعتك شما لوفي. لا تلتزم بهذا القرار وتصرف يعني من تلقاه نفسها. لأن البنوك في وقت من الأوقات شافت روحها فيني ربما ربح. لا مش راب حبارك. أكبر من الدولة في بعض الأحيان تشوف روحها البنوك. البنوك تونسية؟ اي في بعض الأحيان. روحها في فترة معينة أكبر من الدولة. اي اي اي. شو معني أكبر من الدولة؟ هاتر وصلت تسالة في الدولة تونسية؟ لا هذا كانت أول هنا هنا. عما وقت لي انتي فيمني يبدأ قرار خارج فيمني معانة سلطة الأشراف. ولا فيمني تطبقوا. ايوه. ايشنا هو معاناتها؟ في علاقة بالآآ. فمش تاتيك مثال بسيط أنا لأنه هي شافت روحها أكبر من الدولة. في علاقة في مني بيجي إحت الكورونا. والقروف. اي اي. اي والفوائد. شو عاملت لبنوك؟ لم تلتزم. لما يذبحت فيمني المتعاملين فيمني بين الظفرين. واخرت آآ ثلاثة شهر ما اقتطعت شو؟ هون باع. وقتطعت مفعول رجل. واضح ولا ليه؟ دول إعلام الحياة. هذا 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 موش فيمني التطاول على الدولة واستهانة يعني بالقرارات الدولة. لا 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 بعد اللجنة فيمني يعني الوطني لا تم تم فيمني حصر فيمني على البنوك هذه وتم فيمني تخططها وإدانتها. ولكن انت وقت يجي واحد يربح لي. وما رجعتش فلوس. ايه هذيك الاشكال ونقضوا في التقاضي. وقت يجي واحد يربح لي مئة مليار مثلا على سبيل المثال. ودي بعد فيمني جيت خطيه فيمني ما انا ايش عارف انا مئتين مليون. ما انا شيح كيفين غيقول خلن نسرق خمسة مئة مليار ومبعد تانو خلص حتى فيمني عشرين مليار. تفنت الاشكال وهذه منظومات للأسف الشديد دي مضحية المواطن البسيط وفي نهاية الامر. البنوك اللي حققت نسبة عالية من العمولات الموظفة على الحسابات ولا على على غيره. اليوم هل البنوك تقريبا بين نظرة قاعدة باللي يعتبرها رابحة مئة بالمئة تضرب المواطن أو خاطر اعطاتك قارض راقتك عندها وبين اللي يعتبرها تقوم بدورها بشكل عادي. بانك لازم يكون ربحي راب مش مش كون. هو روى البنك ربحي حتى في القانون المنظم للبنوك. سواء عمومي ولا خاص لازم يكون ربحي. لا هو البنك يعني بتباعه هو ربحي. بتباع الحال. بانك هو ربحي. ولكن في النظام الاساسي المتعلق بالبنوك البنك ايضا مساهم في دفع الاستثمار في الدولة ومساهم في دفع الاقتصاد في المنظوم الاقتصادية. هذا الدور في اليلزن تلعب البنوك مش قادة تلعب فيه وبنسب متفاوتة يعني مش كما نحكيه على البنوك العمومية مش كما نحكيه على البنوك في منية الخاصة ومش كما نحكيه على البنوك العمومية ما بعد 2022 شو فرق؟ ما الذي تغيره؟ ما الذي تغيره؟ تغير لأنه في مني توجه السياسي في علاقة بهذه المسائل تغيره التعامل تغيره على أي مسائل؟ قبل لأنه فيما كانت يعني رؤوس السلطة في السابق كانت لها تعاملات سواء لها شخصيا وبنسبة أكبر يعني للمقربين منها العائلة وإلى ما يعني غير ذلك لكن بعد 2022 يعني صراحة الرئيس قيسة سعيد يقطع مع هاته يعني الممارسات ولهذا يعني تراه متوجيا توجه صادقا في خدمة البلاد والعباد حتى وإن غابت يعني نقولوا أحنا بعض الرؤاء التي كان يمكن تكون أفضل يعني تغيب ساعات حسن الاختيار ولكن النية صادقة أنت تحكي على توجه شامل اليوم للدولة في إطار طبعا تحكي عليه كرئيس وش كمترشح كمترشح ما عنيش الحق نحكيه على لا ما يشتحكي على مترشح أنا حكي على الرئيس أنا ونحكي على فترة سابقة لاي لا أنا حكي على فترة سابقة أنا موضح نعرف كيف يشتحكو حبيت نوضح فقط أنا فهمت فهمت كان جوز توضيح لأنه هذا الدوري هنا بشي نسبة بتباية الحال معاك أنا معاك ومع إيرام القانون أنا هو كذلك سواء كان أنت خبير ونسبت حبيت نسب فقط الأمور اليوم تتقول البنوك ما بعد الفين واثين وعشرين رغي ما هيش البنوك ما قبل الفين واثين وعشرين نقول لك الحرفة ما يحسوه شو شيء ذي بما قالوا البنك ما زال راقب توفذ بيها للبنك ونزيدك زيادة تأمام اللي زادت لثمارات بقرار من البنك المركزي من المفروض القانون الشيقول تخلي هامش معين من الأجر ما تمسوش كيزيك تزيد انت تأمام لثمارات تولي شهري كل تقريبا اليخلس في مليون ونص وناشي منهم مليون ومئتين بعض ما كان يخلص في ثمانية مياه شوون خبير ويقول كوني يزم واربعين في المياه ما تمسو انت تخلت فيها كتزيد التأمام وكيالتفع تأمام ومحوش فيك صلى الله ليه هو مديون لك لي كنتي برك كبانك ليه هو مش مديونة لي كنتي برك كبانك اي توهيخ ذاته ليه هو معاته مديون بره زادة في مني وقروضات يقفهم كل شي روجيه عنان شهري عمل عليها البانك ووضع يجب سياني ليه إذا كنت تحكيه هنا فمني على المقدرة هي مشكلة نسبة الفايدة المديري اللي زادت 3 مرات شوكسيسيف وزايدة قبلها في أعوام سيب قد مشقعت منه وتم المنادات في أكثر من مناسبة على أنه عدم الترفيع في نسبة الفايدة المديري لأنه فمتي مثلت يعني مشكل كبير جدا في علاقة بالمقدرة الشرائية المواطن يعني الإنسان يعني المواطن تونسي أصبح يجد صعوبات في تصريفك الشرط هذا اللي كنت نحكي لك عنه فوق ساعات رامي تلزل الشيكات لكن شوف لخطر الأمور ما هيش كلها معناها تلزل هي منظومة منظومة أصست على مبادئ معينة هم بعد يعني صارت فيما صارت معين مش بعد عقود وعقود مش نجيوه معنات على حين يغره ننزلوا فيمني على زر باش تتبدل منظومة هذي وتتصلح نغيره كما غيره شكون كان يتوقع ولا يقول قانون 411 شي تبدل أنا كنت نتوقع لا أنا من قبل 2017 تقريبا وأنا فيمني أنا 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 من أول من نادى ولكن أنا كناديت حتى تشريع أنا أنا عملت حتى دراسة فيمني واتناشرت في المجال هذي والوحيد تقريبا اللي طرح الموضوع هذا بعمق وإجرائيات ودقة وكذا ولكن هين بعد أنا يريت ناس تصفق ناس أخرى وان بعد ما تعد القانون خرج فيمني وأنا فرحان للناس حكم أني أنا ما عنديش مصلحة مباشرة بيبش يبدل في بالك نعم أنا ما عنديش لحزاب بنك وانت عمل بيش شي كات فهمت؟ 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 شكور وواضحي اليوم النقطة أخرى أيضا الاكتتاب تونس في أكثر مرة ترحة اكتتاب وطني وصلنا حتى الاكتتاب رابع تقريبا رابع القسط الثاني القسط الثاني من القرض الرقاعي سبعمائة مليون دينار هذا هو لتمويل الميزانية الميزانية اي طبعا اخويا صبري على روحي ولا صبر الناس عليك كي نحبوا نحكيوا معناتها بلغتنا التونسية هذا بما معنى التعويل بطبيع على الذات احنا فهمني هو التوجه وفهمني سياسي حاليا شن هو هو أنه نعول على الذات هو أنه فهمني نقلصوا أقصى ما يمكن في التداين الخارجي نجاح نذيه إلى حد ما اللي هو في مستوى معين ساعات رو تدين خارج شرن لبلغ لاش قلنا احنا قلنا نقصه أقصى قلنا نقصه أقصى ما يمكن ما قلناش بش نقطعوه لأن القطع يحبله سنوات حتى يولي عندك اكتفائك ذاتي وتولي فهمني عندك صناعتك وتولي عندك استثمارك وتولي كذا لكن احنا نحكيه على الموجود حاليا هذا التوجه فهمني محمود رغم أنه فهمني فيه مرارات عدة يتجرح على المواطن لكن المواطن حاليا نشوف أنه يعني مستوعب الأمر مش قوله راضي ولكن مستوعب عارف بخفايا الأمور نعم هذك عليش فهمني مضحي خلينا نقوله وهذا فهمني مطلوق تقولي قداش بش نقعده فيه نقولك تقريبا فهمني حسب التوقعات من هنا نقوله إلى 2026 تبدأ تتحسن الأمور إذا كان مشت فهمني ما ستطير علىها بطبيعة الحال الشروط الشروط أنه فيني نواصل وفي سياسة فيني التعويل على الذات واضح والتعويل على الذات هذي فهمني عدة محاور من بينك نقوله التعويل على الذات ما ونحكيه على الشأن الداخلي ولا الشأن الداخلي فيني يجبك ساعة فيني موش أتحارب يجبك تستقصل الفساد والمفسدين من أجهزة الدولة هي معضلة اليوم ليس معضلة هي المعطل الحقيقي للدولة التونسية هي المعيقة نحو التقدم هي المعيق نحو التحقيق الأفضل وكلها في إطار معتها السياسات سواء كان سياسة عامة أو سياسات خاصة رئيس الجمهورية يتحدث على غلاء الأسعار والاحتكار والمضاربة في الأسواق اللي هو الموضوع تقريبا يحكي فيه الإعلام بشكل دوري يحكي عليه رئيس الوزارة رؤسي الحكومة الناس كل تحكي على غلاء الأسعار المستهلك متضرر والمنتج متضرر في الأثناء عندك حلقة في النص هي المستفيدة هي المستكرة هي التي تدخل في باب الإثراء غير المشروع نعم ونحن نتحدث على الفساد ليس حتى على هذا المستوى فحسب نحكي على الفساد في الإدارات في هياكل الدولة تحديداً وأعيما أقول نعم وقت تلقى لي مدير تفقدية عامة في وزارة من الوزارات يتبع طيار سياسي معين ويتبع منظومة معينة كل التجاوزات التي تأتي من أشخاص تلك المنظومة شو يعمل لهو؟ يحميه باش يقبرها وهو يعمل قاعد يعمل في مصالح وهو مصالح في من الأطراف اللي ينتميل هذا الإشكال هذا الإشكال حالياً في الدولة هذا بمثابة السرطان الذي ينخرج أسد الدولة التونسية هو خطر كبير وكبير جداً إلى متى؟ إلى حين اقرار إجراء يعني نقولوا واحنا في منية راديكالي خلينا نقول راديكالي جذري عميق باستقصال هذا الورم تقول لي كيفياش نقول لك بعد الانتخابات نحكيو فيه باش ما ندخلوش ندخلوش في التفاصيل لا باش ما ندخلوش في التفاصيل هو لي يقول لك هاو كذا خليك هاكيكا أيام نعاش سبع أوكتوفر نحكيو فيه بعد سبع أوكتوفر بعد بإجاز في آخر ماتبقانها من دقائق فعمر الحوار بتاعنا تزديد تونس لجميع جيونها إيه هذا نفكر أنا في آخر مني حصة ليك في شمس سام سابقاً تعرضنا للمسئلة هذا وقت نحكيو على، الفين وثلاثة وعشرين لو milyاربحةففين والناس انفسنا في نفس النس commissioner يطابعاً فيمني وووو وفما يعني يعني مؤسسات فيمني يعني ووقت خلالها كنت تتحدث وzw لسو قلسان وسدد جميع دون بالترحي T amen حتى لو كان كما قلت انته على الأعظم وبي مضاذ لكن Tur تزديد تونس جميع دون Youtuber السحيح إلليふل أثني مزيل عنا منها اجزاء اخرى وعنا اجزاء اخرى في منها اللي في اكتوبر مع الياباني في اكتوبر معنا مع اليابان هي اكتوبر القاد ولكن في مني ايش نعطيك انا ربما في مني مسبقا تفضل اه سننجح ايضا في تزديدي ها هذي في مني بقية الديون لسنة الفين واربع وعشرين باذن الله سننجح في تزديدها وما نشبش نمشي والميزانية التكملية التكملية كما مع مليش فهمتي لانه بقدرة الله الامور يعني ماش بقوله في افضل حالاته ولكن فعل اقل الخطوات الاولى في الطريق الصحيح احنا ترى شنو يختارونا احنا في مني الناس التي لا تريد الخير والصلاح والفلاح لهذا البلد هذوك ما احنا يختارو شوفوا وين نجموا نصروا روك يقول هكا رو لانه حتى المنظومة في مني المجتمعاتي نحكيه في مني هنا على المجتمع وانا سمعتك من قبيلي تحكي في مني انت وضيفك في مني الكريم على مسألت في مني الحماية الامنية المؤسسة التربوية وكلاء وسعى لك في مني اخرى ومن يصول معتها السلطة الامنية مايش في مني معلتها المقربة الامنية مايش مهمتها الوحيدة هي انها تحمي في مني المؤسسة الوحيد هذا ملف اخ لا هي بشي يكون واضح وتحية بالله للمنتاسبي المؤسسة الامنية والشورى فيها اللي تظلموا في وقت من الاوقات من طرف منظومة 2011 امثال في مني العقيد لطفي المؤسسة الامنية غير درجية لازمة نقص الحب الرياضة نقص بكوش شكرا لك البحث في القانون الاستاذ نوردين باصي سمح لي نخطوه شكرا استاذ نوردين يرسى للحوار على صفحتنا شاهي طيبة نوالي سيئة و سيئة تقدم برامجين من إدرات